سلام عليكم. في الخارج انفينيكس اعلنت عن احدث مبيلاتها في سنسلة الهوت الهوت تلاتين والهوت تلاتين اي والهوت تلاتين بلاي. لكن النهاردة هنتكلم على الوحش الاتبر الهوت تلاتين. اللي جاي بمواصفات قوية جدا ومميز او في حاجات كتير. لكن في بعض العيوب البسيطة. فخلونا نتكلم بشكل سريع الانفينيكس هوت تلاتين. لك الاول ما تنساش اعمل لك الفيديو. اعمل سبسكراب او اشترك في قناة. فعل اشعارات عشان اوصل لك اشعار بكل فيديو جديد. ويلا بينا نخش على الموبايل المبهر الانفينيكس هوت تلاتين اللي هيشدك شكله قوي. وبشكل مبداية كده اول ما تشوف شكل الانفينيكس هوت تلاتين هيعجبك جدا. الموبايل شكله شيك قوي برغم ان هو موبايل اقتصادي لكن شكله شيك. الحواف كده الجانبية او الاطراف الجانبية جاية حدا بتديله شكل بريميام شوية. مع برضو شكل الكاميرات تقليد ايفون اكيد. لكن كمجمل كده الموبايل الشكل الخارجي كويس. خامات طبعا جاي من البلاستيك مع وزن مية ستة وتسعين جرام. وزنه لحد ما متوسط ما يلي انه يبقى تقيل. مع سمك حلو تمانية واربعة ميلي. وطبعا البصمة التريند دلوقتي البصمة الجانبية. وده افضل مكان بتبقى موجود فيها البصمة تبقى قريبة من الايد. وكمان الموبايل بيدعم تزويده بكارت ممور خارجي بجانب الخطين. اما بقى لو جينا لشكل الشاشة فشكل الشاشة الشكل التريندي. مش النوتش القديم. دلوقتي موجود الهول بانش الشكله شيك في الشاشة. الشاشة جاي بحجم ستة فاصلة سبعة انش. فحجم الموبايل كبير شوية. وطبعا الشاشة كبيرة. الشاشة هنا كويسة بنسبة كبيرة. جاي بجودة فول اتش دي بلاص. وبكسفة بيكسلات تلتمية ستة وتسعين بيكسل لكل انش. والسطوع يصل الى ستمية نتس. ومعدل تحديث تسعين هرتز. الشاشة هنا اهم ما يميزها انها شاشة فول اتش دي. ومعدل تحديث كويس تسعين هرتز بتديها سلاسة في الشاشة. لكن السطوع بتاعها لحد ما متوسط مش اعلى حاجة. اما بقى لو جينا لنقطة الاداء فالموبايل جاي بالهليو جي تمانية وتمانين. برسر شفناه قبل كده كتير. والمعالج ده مستهدف اكتر للجيمز. وللناس الجيمر اللي بتحب الجيمز وبتحب تعرف الاخبار بتاعتها فالموبايل بيشغل اربعين فريم على بابجي. اداء المعالج بنسبة كبيرة او اداء الموبايل او سرعة الموبايل هتكون كويسة على الفئة اللي نازل فيها الموبايل. وتحديدا ان واجهة برضو انفينيكس الى حد ما خفيفة مفيش فيها تقل كبير. لكن موجود فيها اعلانات كتير. والموبايل طبعا نازل باندرويد 13 وطبعا هيساعده في السلاسة الرام العالي اللي جاي بيه الموبايل. الموبايل جايب بنسخة اللي الرام 6 جيجا رام و8 جيجا رام. وبرضو جايب اكتر من نسخة في المساحة الداخلية 128 وكمان 256 جيجا. اما بقى لو جينا لنقطة الكاميرات فهتلاقي الكاميرات كده منقسمة. في كاميرا كويسة وفي كاميرا على قدها. اللي على قدها هي الكاميرا السيلفي اللي جاي بدقة 8 ميجا بيكسل. وتصار معك حتى فول اتش دي. الكاميرا هنا اداءها يدوب على قد كده هيمشي معك الحال. بالنهارة تكون كويسة جدا اما بالليل مش احصل حاجة اطلاقا. اما بقى نيجي للكاميرا الخلفية. هي كاميرا وحيدة بدقة خمسين ميجا بيكسل. فتتحادسة كويسة جدا اف وان بوينت سيكس. والكاميرا هنا بتصار معك بجودة عالية جدا حتى تو كي. مش فول اتش دي بس او الف وتمانين. لا بتصار معك حتى تو كي الف وربعمائة واربعين. وجود الصور بتطلع منها كويسة جدا بنسبة كبيرة. اما الكاميرا التانية فهي كاميرا مساعدة. والخرم التالت ده مش كاميرا ده الفلاش. يبقى الكاميرا بس الرئاسية. الخلفية اللي هي خمسين ميجا بيكسل. بتديك صور لحد كبير. كويسة جدا. وكوالة التصوير منها طلع كويس جدا بيوصل معك حتى تو كي. اما بقى لو جينا نقطة البطارية فالبطارية جهة كويسة في الموبايل هنا. بطارية بكوة خمس سلاف ميلي امبير. والاحسن كمان الشحن السريع بقدرة تلاتة وتلاتين وط. هيشحلك البطارية بالكامل في خلال ساعة تقريبا او ساعة وتل. وبالنسبة بقى للصوتيات في الموبايل فالصوت هنا سماعات مزدوجة. ودي نقطة كويسة جدا. ابتدينا نفتقدها في مبيلوك كتير. والموبايل وقت تصوير الفيديو ما خانش لسه اتصعر في وصف تسعير اللي نزل في الخارج مية خمسة وتلاتين دولار. فمتوقع ان سعر الموبايل ينزل في سعر ست الاف جنيه تقريبا. ففي الرنج ده لو نزل بالمساحة الكبيرة. وكمان الرامي الكبير. فايكون بنسبة كبيرة كويس جدا. امكانياته لحد ما كبير. هي بس شوية نقطة سلبية موجودة في الموبايل زي الكاميرا السيلفي اللي اداءها مش افضل حاجة. وزي ان ما فيش وظائف كتير للكاميرات الخلفية هي الكاميرا الخلفية الرئاسية بس اللي هتعتمد عليها. والطبع هتبقى من النقطة السلبية لو الموبايل نزل بالنسخة الاربع جيجا رام مع مية تبانية وعشرين. هتمنى ان هو ينزل بالستة رام او تمانية رام مع مية تمانية وعشرين. ويا سلام لو نزل بالستة وخمسين هيكون رائع جدا. فده كان كل شيء كده بشكل سريع عن الانفينيكس هوت تلاتين موبايل جديد. فاستنوا لو لك ايضا افصار اكتبوا في الكومنتات. وما تنساش اللايك والشير. واشوفكم دايما على خير. في رعاية الله.